اشتركوا في القناة وحتى الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي كل كلمة كل رسالة كل منشور بكثير من المشاكل لازم نعرف شونا نتعامل بها حسب الظروف وحسب الأوقات التي عندنا برنامجنا يتحدث عن هذا الموضوع ومن خلال أساتذتنا المختصين موجودين لنا أكي سيضعون مقاطع للحروف ويبينون كيفية التعامل مع هكذا حالات سلبية وتحية حب وإحترام لكل أحبتنا المشتركين لنا إن شاء الله ليس بضرورة يمثلون رأيهم الشخصي وإنما يمثلون رأي المجتمع أنه كل شخص ممكن يكون سلبي إيجابي أو وسط ما بين وبين اليوم راح نتحدث عن موضوع جدا مهم وهو موضوع الأسلوب التعامل كأصدقاء كليدر يعني مسؤول عمل أو مسؤول فريق أو ممكن مدير بشكل عام أنه شخص يطلب من عندك أثناء العمل شيء راح نشوف هذا الإشعار إجانا أنتم الآن ممكن في دائرة ممكن قروب عمل ممكن في مؤسسة يعني شبابية واحد منذ ما أقدس لك هاي الرسالة شون راح تتعاملوا يقول لك دزلي الملف بسرعة ألكم الوقت شون راح تجاوبون ونرجع ونقول هي وجهة نظر المجتمع ممكن يتقسم مع أو ضد أو في الشيء ما بين هذا وذاك جيد وصلت لنا إجابات علي رباعي يقول شون الرسلوب وهاها أي موجيش هاي الحاجبة الحسين غالب يقول يا معودي يا ملف أحمد علي يقول إن شاء الله سيتم الأرسال نبدو يا علي رباعي أهلا وسهلا بك ليش اتخذت هذا الرأي أو هذا الجانب أشوف إنه هذا يعني الرسالة اللي جدتني يعني بالبداية تكون مثلا مقدمة للرسالة مثلا سلام عليكم شونك يعني نشوف أنا هذا الرسالة مو بمحلها مو بمكانها من أو إذا أمكن دزل الملف أو محتاج بلاز حما عليك أكو اسلوب يعني فالسلوب حلو يعني طيب نعم فلذلك أنت جاء أوبت شون الأسلوب لازم يعرف إنه عامل شلون والأسلوب اللي يحشي بي ويالآخرين شلون بالضبط جاي نشوف حسين غالب يقول يا معودي يا ملف علامة استفهام وتعجو سلام عليكم عليكم السلام الرسالة دزلي الملف بسرعة مو بهمة جدا يعني ما معرف يا ملف أي ملف يقصد احنا بدي ومعدنا هواي ملفات زيب فمعرف وثاني شي بدون سلام بدون شي فأنت ردت مذبة مثل يا معودي يا ملف فهمني شوني يعني أنت تقولي دزلي الملف بسرعة يا معودي يا ملف نفس الحدة مالتها دزلي الملف بسرعة ما فهمت شوني وأنا يا معودي يا ملف جاي نشوف أحمد علي يقول إن شاء الله سيتم الأرسال أنت ما ليخلق مو لا مو ما ليخلق وإنما من هو عمل فماكو داعي لهاي الأمور السلام عليكم يعني عملي لازم يجري لازم يتم حتما أقو في التنسيق مسبق صح أنا عندي هاي مكلف بهذا الملف أو عدي فدع علم مسبق بهذا الملف فماكو داعي أن يقول يا ملف أو أداء ورسوب يعني هو العمل بيئة العمل بيئة جدا حساسة صح المجاملات والعلاقات والصداقات وهذه الأمور التي تحدث بين الأصدقاء محفوظة ولكن العمل عمل العمل لازم يتم والعمل قد يكون إلى وقت محدد فمن يأتي رب العمل أو المسؤول عن تسيير العمل ويقول دز الملف بسرعة معناها أكو حاجة ضرورية ملحة لأن يكون يوصل هذا الملف ألبي هذا الموضوع حتى يمشي العمل ممكن الأعلى من رتبة يطالب من عنده الآن أرسل الملف ممكن أنا متأخر بهذا الملف ويقول دز الملف بسرعة أكوه أسباب لهذا الموضوع ونحن كناس ضمن هذا العمل لازم أتفهم شكرا شكرا عاش تذيكم إذن هذه هي وجهة نظر المجتمع ما بين شخص يعني ما أحب الأسلوب أصلا سموا موضوعنا ملف عرف الملف ما بين أنه أوكي مشي العمل أكو ظروف ما بين أنه نفس الأسلوب رد عليه وبالعكس هو يريد يريد دز الملف بس يا ملف مرحبا بكم مرة أخرى ضيوفنا دكتور عامر أهلا وسهلا بك أستاذ حسنين أستاذ حسنين بصراحة هذا يمكن بشيء من الفعل ورد الفعل بشيء من استنساخ الشخصية أو مثل ما يقول قضية التعامل مع العصب الذهني أو البرمجة العقلية بشكل عام أنه أنا جاني شيء سلبي فمقابلت أن رأسنا يطلع من عندي شيء سلبي نبدأ بالرد الأول ما هو الأسلوب؟ دكتور هل تشاهد أن هذا الشخص أكثر شيء ركز على شخصيته والتعامل ما بين الأصدقاء أو ما بين الموظفين أو الزملاء بالعمل وترك أنه الملف ولكن ركز على الأسلوب فضل أحسن بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما تفضلت الساد أحمد أنه قلت أنه هذا فعل ورد فعل إذن هو ركز على كيفية الرد يعني كأنما نمس بكرامته أو نمس بشخصيته فلازم يقابل نفس الرد وطبعا هذا النظرية السلوكية بتفسير السلوك وشخصية الإنسان اتبنت هذا المبدأ من خلال المثير والاستجابة مثير واستجابة اللي هو مبني على الفعل ورد الفعل فبثل ما هو جاوبه أو سأله بهذا السؤال هو رده بنفس القوة يعني هو ترك العمل بس يقولك ما هو الأسلوب أنا لا أريد أن يجعل أحسنت هذا مخالف لما نحن موجود عندنا كبلد إسلامي نعم ننطلق من الآية القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك أو بينه عداوة كأنه وليون حميم فأنت له قابلة بكلمة طيبة أو كلمة مبهل شدة هذه قد يكون هو كان في ظرف معين وبثل ما تفضل أحد الأخوة قد يكون هو في ميدان العمل مستبعد المجاملات وهذا يطلب فتحاجة عملية واستعجل بالأمر وذكرتك هذا بهالصيغة هذه فممكن أنه تبادل بأسلوب أرطف منها جيد ولكن هذا الكلام عند دكتور عامر معزز مكرم ولكن قد تكون بعض الشيخ سيئة لا تتحمل هذا الأسلوب يعني أنه عندها أنا أهم شيء أنا حالة من حالك أو إحنا أخوة بالعمل أو حتى لو كان مجيرا أنا معبد عندك أنا لا أريد من عندك مثلا تقول إذا أمكان بلا زحمة عليك ولا أتعبك دزل الملف ليس هذا الدرجة بس ممكن بأسلوب دزل الملف بلا زحمة انتهي الموضوع فهل هناك أناس تتعامل موضوع شخصا شخصية يعني أنه هذا تجاوز عليه ولا يشتغلويا شنو يعني عابد عندك تمام شكرا جزيلا طالما جنابك بديت من هذا المنطلق نعم احنا اجتماعيا أكو حديث لي مع معصوم يقول إن أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع هنا من كانت ردة الفعل دزل الملف دزل الملف بسرعة بسرعة هنا أصبحت بصيغة الأمر نعم نعم عادتين علماء المنطق يقول لك إحنا من نريد نرتقي نرتقي مع المجتمع نرتقي بالمأمول نعم 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 المأمول هو الرقي الإنساني بالتعامل هذا من الذوق نعم والذوق العام يعني من المستحبات والمؤكدات في المنظور القرآني جيد وكثير من الآيات اللي يتأكد والدل في حسن التواصل يعني حتى بال يعني أدرجة في البرمج اللغوي العصبية من باب فن الاتصال الفعال أنه لازم يكون أنت بقدر المقابل يعني شنون قدر المقابل يعني أنا من أتعامل مع المقابل كأنما لو كنت أنا موجود صح يعني ما أكون أنا اللي أأمر والمقابل ينفذ لا بالأكث السواس هي كلش مهمة بالمجتمع من نظرة اجتماعية على مبدأ أنه عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك أحسنتم نعم أحسنتم كما تحب أن يعاملوك نعم فهناك كان الرد الأول من كان الرد أنه سلبي تبع علما للسائل هذا غير محبث أنا ليش أنه أفتعل حتى يعني أتوقع أن يكون أحد الردود مثل ما تفضلوا أنه نماذج من المجتمع صحيح كان الرد السلبي هذا شي طبيعي ليش؟ لأنه كل واحد إلى نمط من أنماط الشخصية نعم وبالتالي هذا ما يعول عليه هذا أسلوبه عصبي هذا أسلوبه هادئ هذا أسلوبه يعني يفكر بي نعم حتى ذكر حتى ذكر العالم ألبرت مهاريبيان كعالم نفسي سلوكي يقول أنه التواصل البصري والتواصل السمعي يعني عاني بصريا من أتواصل يختلف عن ما أتواصل سمعيا صحيح فبدراسة مسحية بالعالم أنه 48% يحب التواصل البصري جميل 37% يحب التواصل السمعي المشاعر ترى ما هم لها أطعان نسبة 5% نعم يعني أنا لا أهمل هذه الأنماط كلها بالمجتمع صحيح حتى أنا مثلا نمط بصري أرسلي الملف بسرعة لا جزء المقابل حسي أو مشاعر يتعاملك بالمشاعر فيتحسس من هذه الكلمات اللي قد أحنا ما نعير لها جيد دكتور تعطيبني على كلام السادة حسني السادة حسني تفضل وركز على شخصية المجيد لا نهمل أيضا شخصية اللي أطلق الكلام الدزل السادة قد يكون أيضا نمط أيضا من نوع خاص فلربما هو أدى أكون سابق تفاهم مع هذا الشخص بحيث أكون نوع من الميانوية يعني مو رسميات يستخدم الرسميات وطلب من عدة هذا الطلب مثل ما قالوا يا رأي أحمد أو رأي المجتمع حسن وصلي ما كان سؤالي الدكتور عامر أو السادة حسنين هل من الممكن أن برنامجنا تطبيقات نتحدث أن هذا الجانب بصعوبة بالفهم أو إيصال الرسالة يعني لو نمثلها مثل ما السادة حسنين قال أنه بالسمع والمرأة أو بالفيس توفيس أو بالفويس أو بالكتابة تختلف لن أفرض ففيس توفيس هذا العمر دزل الملف بسرعة بالصوت جميلة لطيفة صح؟ نبرة الصوت تختلف دزل الملف بسرعة يعني كل شيء طبيعي ما بها أي أشكال بس لأنه نحن نقول برنامجنا تطبيقات لأنه هي كتابة أشبه بالحروف الميتة يعني ما بها مشاعر أو ما بها صوت ما بها أسلوب فهو شو نفهمه الشخص فهمه دزل الملف بسرعة وكأنه يتجاوز عليه فممكن هذا يتأثر لأنه برنامجنا تطبيقات لنتحدث أنه المنشور ما يوصل الأساليب كلها أو المهارات كلها نعم أحسن مثلما أتفضلت كون التحاور أو الحوار عن طريق وسائل التواصل يختلف عن الحوار لما يكون وجهاً لوجه أنت لما نتقابل الشخص وجهاً لوجه تأخذ تعابير كاملة تأخذ مشاعره تأخذ ابتسامته تأخذ نبرة الصوت حتى هزة الرأس هي بها معنى حركات اليدين اللغة الجسد كلها ستأخذها فتفهم من خلاله الإسلوب أنه هذا هو أمر أنه هذا مجرد طلب لأننا عندنا عندنا هذه الأفعال أفعال الأمر يبوك إلى أمر أنت الآن مثلاً من تدعى الله سبحانه وتعالى تقول ربي هب لي أو أزقني أنت هذا هو مؤمر وإنما هذا طلب فحتى هذا يختلف بالمعنى يطلب معنى آخر مع معنى الأمر تعديداً لهذا الكلام يذكر أحد أساتذتنا يقول الآن كنت عايش بإنجلترا هناك من تريد تطلب حاجة من شخص إنجليزي أورجينال لا تستطيع أن تقول لها دلني أو أين هذا المكان أو كذا يجب أن تجعلنا لقدام كلمة أو كلمتين من فضلك أرجوك أشكرك هذه الكلمات اللطيفة تشعر بالراحة النفسية للمقابل هذا الشعب الإنجليز يقول هكذا يفكر لماذا؟ لأنه يتخذون من الملكة قدوة فأنت شون داخل على الملكة؟ هاي صاحبة المملكة فأنت تدخلها من فضلك أو كذا هذه الكلمات جداً طيب أحنا القرآن أيضاً هذبنا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أحسنتم وإن أسأتم فهنا النبي أدنى ولكم في رسول الله أسوة حسنة فإحنا من نقتدي مع بسيرة النبي والإمه صلوات الله السلام عليهم بالتعامل دا يطلون رسالة واضحة وجلية على أنه من نفتح الحديث مع الآخر وإن كان بصيغة الأمر أو السؤال شون الضير إذا نذكر من فضلك أرجوك أو كذا هؤلاء كلمات مستحبة نروح للرد الثاني حسين غالب يقول بنفس الأسلوب يعني هو يريد أن يتعامل طبيعي بالعمل يريد أن يمشي الأمور يريد أن يزز الملف بس يتعامل برمجة العقلية إذا جاء شيء مباشر أو هجومي فأيضا جاوب بهجوم يا معود يا ملف هذا شنو تأثيرها وشنو سببها نعم يمكن ذكرنا أن هذا الأسلوب الذي يمكن أن يكون بوسائل التواصل الاجتماعي يطي معنى آخر المفروض الذي يرد هذا الرد بهالصير هذه المفروض يعرف طبيعة المقابل أنه شنو كان هذا يعني هذا أمر يعني أحيانا يكون أشبه بالطلب مثل ما قلنا ومثل ما ذكر أستاذ حسني أنه في القرآن هذبنا ببعض الآيات القرآنية اللي أشار بها مثل الله سبحانه وتعالى لما يخاطب موسى عليه السلام سألق الله وما تلك بي بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قاله يا عصار الله سبحانه وتعالى ما يدري أنه شنو بإيده موسى حتى يسئله فأكو أسلوب حواري نرتقي به بالتعامل مع الآخرين قد يكون هذا يعني أنت مثل ما يمكن ذكرت قد يكون لو هو قباله يرتب يرتب فأنت المفروض أنه تفهم هذه الصيغة عند المقابل وممكن يتجاوبه أيضا بأسلوب أخف من هذه الحدة جيد جيد سيد الحسنين إذن ممكن أنه انقيس رد الفعل لا يأثر علي الأسلوب السلبي أو الأسلوب الهجومي على شون يعتمد يعني على شون يعتمد أقصد أنه هل أنه يعرف هذا صديقي أو هذا زميلي هو أصلا أسلوبه فما أعتبرها إساءة أو ما أعتبرها هجوم أو ممكن ظرف عمل أو ممكن أنا بس أردمشي الشغل يعني شون هنا جواب يكون قدر الإمكان مناسب بهذه الوضعية تمام شكرا جديدا لعل الوسطية هي الأنسب الوسطية هي الطريق لا إفراط ولا تفريق ليش؟ لأنه إذا راعي راعي كل المتغيرات الديمغرافية نعم من نتعامل مع الآخر لازم نأخذ بالحسبة عن الظروف إله وإليه لازم بالحسبة نأخذ البيئة صح الوراثة العادات المكتسبة صح والقائمة تطول طبيعة الميانة الليبيناتنا ممكن يعني مثل ما أنا أعذر المقابل أيضا أريد المقابل يأذرني جيد النقطة النقطة الثانية ووقت إرسال يعني ووقت الرسالة جميع صح يعني لازم تكون متاحة بثنتين بالليل فأكيد أصيح عليك يعني أنا مو بالثنتين أو بالوحدة أو بـ 12 أرسل لي الملف أنا مستاجد يعني هذه يوم مربك صح وإن كانت جواب يعني وسطي محافظ نوعا ما الهدوء لكن أيضا أنا أول مثل أنه جاء بنرفزة دزل الملف بسرعة فهو هم تنرفز ويا عن هذا لقصده بدليل أنه علامات الاستفاة أو مع مثلا طفل مثلا أو مراهق أو كذا أنا كنت أخذ بكل الأمور باحتياطات كاملة فهو مدير مدير يعني صعب أرد عليه بأسلوب قوي إذا كان مدير يعني بالضبط أولويات من حيث المكان من حيث الاتيكيت ممكن أن أقول عفوا يا ملف أستاذ أحسنتم يعني وإن كان السائل يسأل بطريقة هجومية فما معقول أنه يكون الجواب بنفس الوتيرة نحن نخطف من الموضوع يجب أن يحسسه نوعا ما بكلمات طيبة حتى يشعر أنه بعد ما يرسل بالمستقبل أحمد أبو الحب هدوء بساطة نرجع نقول مو بالضرورة هو رأيه جوز هو حصبي أصلا ما أعرف لكن يقول المجتمع ممكن يأخذ هذا الجانب الذي هو الرد مباشرة مثل ما هو شرح الموضوع قال نحن في جو عمل نحن نعرف على ما نشتغل مثلا ندوة مؤتمر احتفالية مهرجان فما كدأ أسأل يا ملف فنعرف أنه سيحتاج بهذا الوقت للملف الفلاني فمباشرة إن شاء الله سيتم الأرسال فممكن هذا النوع يعني من يريد يمشي الأمور يبسط الأمور من يريد يعقدها نعم أحسنتم أستاذ أحمد هذه الفئة من المجتمع التي مثلنا يا أستاذ أحمد هذه راعة أسلوب الحوار الفعال يعني الإنسان ممكن أن ينمي مهارة الحوار في التعامل مع الآخرين على الإنسان أن يتعلم مهارات الحوار ويتدرب عليها لكي يتمكن من التواصل مع الآخرين أهم نقاط أو ضرورات التواصل مع المجتمع هو حسن الحوار فعليه أن يتعلم ويدرب نفسه على الحوار وقول للإمام عليه عليه السلام علم نفسك على حسن الاستماع وحسن القول وفي قول آخر درب نفسك يعني كأنما شمال الأثنين نعم التعلم والتدريب درب نفسك على حسن الاستماع وحسن الكلام جميل أنت متى ما حصلت نفسك بهذا الطريقين ذنيا والأسلوبين ممكن أن يكون حوارك يرتقي إلى مستوى أسفل ويهدع الأمور وما يكبر المسل ممكن حتى أنه تستوعب المقابل بأسلوبك هذا طيب لأنه الفعل ورد الفعل راح يأزم الوضع أكثر أحسن دكتور نحن بواقعية بمجتمعنا هناك أشخاص يظهروا لك منا ومنا من يرون هذا التعليق أو هذا الرد من يعتبروها ضعف يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك ما نتعامل بها أو ما يمكن أن أثقف المجتمع هذا ليس ضعف ليس خوف من أدي لكن أنا رده فهل ممكن تفهم بهذه الطريقة وكيفية الرد عليه وبالضبط أن المجتمع السلبي يفكر يعني يفكر أكثر الأحيان أنه كلما تكون بلين الإجابة وتكون بعطف يشوف هاي نوعا ما من الضحف الشخصية صحيح ولكن المرمجة اللغوية العصبية تضطي أكثر الناس برمجة أكثرهم مرونة أكثرهم توافقية فكل نشوف إنسان يتعامل مع جميع الأنماط أنماط الشخصية بأريحية والكل ينسي جموية شي يدل على نجاحه صحيح وهذه فعلا هندسة النجاح الإنساني من تتعامل مع الجميع بأريحية وبمرونة وبتوافقية جميل ولكن الشيء الذي يظن المقابل هذا عيد إليه بل أنا أتعامل بآدابي وأخلاقي ومن الله القبول أحسن طبيعي يشوف أنه هذا الشخص البسيط ويدي دائما يتعاون مثل ما ذكره أنه مش الأمور طبيعية فدائما ويا نفسه ويا زملائه ويا مديره هي الأمور ماشية عفوا دكتور كعاندر إضافة لكلام الذي ذكره أستاذ حسنين يعني إحنا لما ننظر للآخرين الآخرين على كل شيء ما يقبلوني صحيح لو مهما يكون أنت تأتي بأي سلوك يأتي ينتقد شيء الثاني أنه أنا ما أخلي المقابل يملي علي تصرفاتي أنا لما أقتنع في تصرف معين في سلوكي لما أشوفه هو هذا السلوك الصحيح أنا ما يهمني الآخرين الشي يقولون علي بل بالعكس أنه أنا أخلي سلوبي هو الماشي هو السائد يقول مثل كلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أنا أختار الكلمة الطيبة والحسنة ربما أنه أنا أثر على المقابل مرة ثانية بعد ما يستخدم بسلوك الخشين شكرا لكم أساتذتنا شكرا لكم شبابنا ومشاركتكم إن شاء الله وصلت الفكرة ودائما نقول أنه ليس بالضرورة هو رأيهم هذا إذا كان سلبي أو إيجابي أو وسط ولكن هذه هي رؤية المجتمع إذا أحبت المشاهدين يعني تعلمنا بهذا الأسلوب أنه من التطبيقات الموجودة أو الرسائل اللي يصير أو الكلام اللي يصير عبر هذه التطبيقات ليس بضرورة يكون نفس المعنى ممكن مثل ما قلنا دزل الرسالة بسرعة أو دزل ملف بسرعة أو دزل ملف بسرعة أو دزل ملف بسرعة تختلف بالأساليب إذا قدر الإمكان نهون الأمور نبسط الأمور ونمشي الأمور بالتي هي أحسن شكرا لكم وارتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج تطبيقات في أمان الله ترجمة نانسي قنقر